طبعا الداخل ما هلتش اسمه؟ ما اللي بسير ما اللي بسير يا علي خرم يا علي يا علي ضحية وثمان إصابات في انفجار غامض داخل قاعدة كالسو شمالي بابل والتي تضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة والحجد الشعبي شدة الانفجار الذي حدث بعد منتصف ليل الجمعة وحد الإجابة لدى مقربين من الحجد بحدوث هجوم صاروخي وعلى ظلم من تقارب الأصوات الناجمة عن صواريخ أو انفجارات إلا أن البيان الأول لخلية الإعلام الأمني جاء بنفي أي نشاط جوي في عموم بابل قبل وأثناء الانفجار تضربوا الروايات التي ذهب محللون عبر الشاشات ومنصات التواصل لتبني قناعة وجود هجوم أمريكي أو إسرائيلي نفت واشنطن وتل أبيب أما فرضية وقوع هجوم صاروخي اقتربت مسافته ليس من بابل وحدها بل من عموم المقرات التابعة للحجد الشعبي قناعة تحدث بها المقربون من الحجد نظرا للتطور العسكري بين إيران وإسرائيل سيما مع سقوط صاروخ إسرائيلي على بود قرابة 150 كيلو مترا في محافظة واسط قبل نحو يومين جراء هجمة الرد الإسرائيلية على إيران وتلك مبررات تبناها ناشطون ومحللون إلا أنها في حسابات الجهات الرسمية محضو توقعات لا تمت للتقييم الأولي لانفجار باب البصلة ومع تطور الأحداث الإسرائيلية الإيرانية يخشى مسؤولون من تبعات ذلك التوتر على الساحة العراقية تحديدا لما خرج على لسان وسائل إعلام غربية بمشاركة فصائل في العراق عمليات إطلاق مسيرات نحو إسرائيل وتلك التي أعلنتها فصائل في وقت سابق تبنت تحت ما يسمى بمحور المقاومة شن هجمات المسير على إسرائيل بهدف الضغط لإقاف الحرب على قطع غزة بغداد رسميا تسعى للنأي بالعراق عن أي تداعيات قد تضرب معادلة الاستقرار والسيادة العراقية سيما مع ورقة التهدئة التي نجح بها رئيس الوزراء بين الجانبين الأمريكي والفصائلي في العراق بعد آخر هجمة استهدفت قاعدة أمريكية حدودية بين العراقي وسوريا وسوريا